تناثرت حضوظ رئيس الجمهورية برهم صالح للتجديد له لولاية ثانية بعد ختم الصدر عليه بالشمع الأحمر وذلك الامتناعي عن توقيع قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي رغم تمسك الاتحاد الوطني به لتتصاعد حضوظ مرشح ديمقراط الكردساني ريبر أحمد لمنصب الرئيس السيد مقدر الصدر في أكثر من المناسبة وحتى في خطبة الجمعة الأخيرة أشار إلى أنه عدم نصيحته بعدم تجربة المجرب وبالتالي أعتقد بأن إذا ما دخلنا إلى الفضاء الوطني في البرلمان فإن مرشح ديمقراط الكردساني سيكون هو الأوفر حظا ولمراجعة بسيطة لأحداث الشهور الماضية اجتماعات وحوارات انطلقت من أربيل والسليمانية وصولا إلى العاصمة بغداد بين البارتي واليكتي لكنها لم تفضي إلى توصل الاتفاق المشترك على اسم الرئيس ليبقى يدور في فلك التوقعات والاحتمالات تساعدت حظوظ البارتي واليكتي للضفر بمنصب رئيس الجمهورية بعد خطاب الصدر الأخير فيما يحاول الإطار التنسيقي تقديم مرشحي لمنصب رئيس الوزراء وسط انقسامات وانتقادات شديدة عليه وفي الطرف المقابل هناك الإطار التنسيقي المنقسم على نفسه ولو بشكل غير علني بعد إعلان الحكيم والعامري عدم مشاركتهما في الحكومة في وقت يحاول فيه لملمة أوراقه بتقديم مرشحي لرئاسة الوزراء إضافة إلى دعوته للأطراف الكردية بضرورة الإسراع في تقديم مرشحها لرئاسة الجمهورية نأمل من الطرفين المعنيين الحزب الجمقراطي الكردساني وانتحاد الوطني الكردساني أن يتفقه على شخص محدد ليضمنوا تطورا في علاقاتهما ويأخذوا درسا من الانتخابات السابقة التي كان لكل منهم ممثل في البرلمان العراقي ودعت رئاسة البرلمان بعد انتهاء عطلة فصلها التشريعي الأول وعطلة عيد الأضحى المبارك رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمل مسؤوليتها وحسم حواراتها للاتفاق على مرشحي الجمهورية والوزراء من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة